انا بس واقف عند حاجة واحدة بس يا جماعة الناس الحلوة اللي قادة دي تكلفة حضورهم للقاهرة خمسين الف دولار خمسين الف دولار يعني ما يزيد عن اتنين مليون جنيه وبيتدفع بالعملة الصعبة طبعا خمسين مليون دولار مين بقى اللي هيشيل المشاريب هتقول لي ما وكيه كان الاهل هو اللي دفعهم هي قصة مش مين اللي دفعهم وليه اللي دفعهم عشان يلعب المباراة ما دفعهمش كده برضه وكان بيرميهم على الارض ودفعهم عشان يجوا يديروا مباراة كبيرة بين الاهل والزبالك هتقول لي ما وزبالك اللي غلطان هقولك ما وزبالك ما جابش الحكام هتقول لي ما الربط اللي غلطان هقولك الربط ما جابتههمش هتقول لي الاتحاد للغلطان الاتحاد كان عبد المأمور بياخد من النادي وبيجيب الكصة هتلاقي كل واحد بي ايه بيقولها عامليش دعوة انا بقى الحكاية عندي ايه قصة أنا إيه قصة حضرتك إيه زي زيك فيه خمسين ألف دولار تلعوا من عندنا من بلدنا دي ناس ما عملتش حاجة من الآخر يعني خمسين ألف دولار تراموا كده على الأرض تراموا كده على الأرض تراموا تراموا ومحدش يعني عارف أنت اللي هو إيه إحنا مبتسمين يا جماعة عادي إيه مشكلة يعني خمسين ألف دولار يعني حاجة مستقل يا أخي ده خمسين ألف دولار دي تعمل بيهم حكايات أنا في الناس أنا بتفرج عليها اللقاء تقول لي خمسين ألف دولار ده أنا كنت عملت وعملت 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 للضراجات يا جماعة بقية الحاجة دي سهلة عندكم فلوس بتتراموا على الأرض تاني هلا ألوم على الأهل ولا ألوم على الاتحاد ولا ألوم على الزمالك ولا ألوم على الرابطة بس كلنا بقى كده على بعض كمنظومة فيه خلل الخلل ده أنا تكتو إيه؟ إن فيه خمسين ألف دولار من عندنا من بلدنا هنا تلعوا كده يا ييتم حتى لله يعني لو لله حلو على الأرض ليه؟ صورة مستفزة مش برضو مش بتكلم على كابتن وليل العطار ولا الحكام الديوف بتكلم على الفكرة الفكرة بتاعت خمسين ألف دولار على الأرض كده مش دي سورة ترجمة نانسي قنقر